ممنزبة منتخبنا الوطني روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر رفض اقامة لعبي المنتخب في غرفة مزدوجة غرفة ضبل يعني في فندق الاقامة بالكويت استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 18 نوفمبر وطلب ان الامور تبقى فيها راحة اكتر للعبين كل واحد يقعد في قوضة سنجل من الاخر خبر على الهامش كده بس هو خبر يعني يفاهمك انه الراجل قديه مهتم بكل التفاصيل بكل التفاصيل الشركة المنظمة يعني للمباركة يتعامل 40 غرفة للمنتخب واحنا طلبين 50 غرفة عشان كل لاعب يقعد في قوضة لوحده خبر ممكن تعتبره عادي بس الحاجات الصغيرة دي او اللي تبدو صغيرة دي لما المدرب او المدير الفني يهتم بيها تعرف انه هو بيداق في التفاصيل الكبيرة جدا بس كان بيداق في التفاصيل الصغيرة دي يبقى في التفاصيل الكبيرة بيعمل ايه حبينا بس يجيب الخبر لحضراتكم عشان تربط او تفهم الراجل بيفكر ازاي